تذكرون ما شاهد فزع الناس في أفغانستان يوم سقوط حكومة أشرف غاني وانسحاب القوات الأمريكية ومحاولات المئات مرافقة هذه القوات ولو كلفهم ذلك حياتهم بعد عاما من حدوث هذا وعودة حركة طالبان إلى الحكم لعلنا نفهم الآن السبب وعدت الحركة بألا تعود إلى نهجها المتشدد الذي تحكمت عبره بحياة الناس بين عامي 96 و 2001 أي قبل سقوطها نظرة خاطفة على أفغانستان اليوم وسنرى أن الحريات تراجعت مؤسسات إعلامية أغلقت أما نساء فحرمنا مجددا من استكمال تعليمهن والأخطر من ذلك على الأقل بالنسبة لمجتمع الدولي والغرب أن طالبان على ما يبدو لم تدر ظهرها تماما لتنظيمات متطرفة وفرت لها ملجأ فيما سبق صفحة جديدة وعهد مختلف هما ما وعدت به حركة طالبان فور تسلمها السلطة في أفغانستان عام مر على الانسحاب الأمريكي من هذه البلاد وسقوط حكومة أشرف غاني فيه تراجعت الأوضاع وظروف الحياة سنوات إلى الوراء كما يقول مراقبون وحقوقيون أدما صعدت الحركة كقوة منتصرة في الحروب الأهلية وسط تسعينات أسست إمارة أفغانستان الإسلامية طبقت قوانين في غاية تشدد قمعت الأقليات وحرمت النساء من التعلم ومنعت كل أشكال الموسيقى والفنون ناهيكا عن ممارسة الإعدام والعقاب بأسلوب وصف بالوحشية تقول طالبان إنها كانت تطبق الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع المذب الحنفي عادت البلاد قرونا إلى الوراء ونعزلت عن الدنيا فوق هذا كله وما جعلها تصدب بالمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة شكلت ملجا لحركات دولية متطرفة أبرزها تنظيم القاعدة منافذ هجمات الحادي عشر من أيلول اليوم تتهم طالبان بخرق تعهداتها حبست وعذبت وأعدمت مواطنين بشكل تعسفي أغلقت مؤسسات إعلامية ومنعت نساء من العمل وسفر واستكمال التعليم انهار الاقتصاد وتوقف الدعم الدولي فيما يعاني 90% من السكان من انعدام الأمن الغذائي وعليه طلبت الأمم المتحدة بتوفير أربعة مليارات ونصف المليار دولار لمكافحة مأساة إنسانية باتت الأسرع نموا في العالم سياسيا لم تشكل طالبان حكومة تضم كافة أطياف المجتمع كما وعدت بل أخرى تضم قياداتها قيادات لم يظهر على وجوهها وأفكارها الاختلاف الكبير بين حقبتي السيطرة على أفغانستان إعلان واشنطن مؤخرا باختيال زعيم القاعدة إيمان الظواري في غارة على العاصمة كابل لعله دليل إضافي على أن مواقعة طالبان الأسيمة مع الولايات المتحدة في مفاوضات الدوحة ما هو إلا حبر على ورقة حول هذا الموضوع يضب إلينا من بنا في ألمانيا سيد جاسم محمد الخبير في شؤون الأمنية ومن كابل في أفغانستان دكتور محب الله ذاكري الكاتب الصحفي أبدأ معك دكتور محب الله طالبان بين التسعينات وطالبان 2021 إلى يومنا هذا ما الفرق بينهما؟ لو نتحدث هنا بداية من ناحية الاجتماعية والتي هي يشدد عليها المجتمع الدولي حاليا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم وللمشاهدين وزميلي في ألمانيا وأنا أرى ما فيش فرق بين الطالبان الذين حكموا أفغانستان في التسعينات وحاليا أرى من منظرين من مناظر الشكلية الطالبان لم تتغيروا ومن ناحية الحكم لم تتغيروا الطالبان زي ما كانوا في التسعينات حكموا أفغانستان كان أفغانستان حصلت فيها مشاكل كثيرة في أفغانستان وكان الفقر وعدم معاونة الجزائية ولم يتوفر أي مكانيات في التسعينات ومنعوا وكانوا حرمان السيدات في التسعينات حاليا يعني في حرمان السيدات من التعليم ويعني من ناحية الحكومة ذاك الوقت كان الطالبان من ناحية الحكومة ذاك الوقت كان الطالبان كان قيادة واحدة والآن أرى طالبان هناك بينهم اختلافات صحيح لم يزعمهم يعني كان قيادة واحدة كان محمد عمر مجاهد كان يحكم على البلد وأفغانستان ولكنه حاليا أنا أراه في اتجاهين في داخل السوق في الطالبان صحيح ومن ناحية حكم حتى الآن لم يوجد هناك وزيرا ولا يعني كلهم قائم بالأعمال صحيح سأتي إلى الناحية السياسية دكتور لكن أريد أن أبقى قليلا في النواحي الحياتية هل فعلا عدت الحركة كما كانت في السابق يعني أنا أنظر المشاهد اليوم في التلفاز لا تظهر النساء كما كانوا في التسعينات حيث كنا نراهم منقبات يعني بالكاتر وجوههم أما الآن ما زلت يعني ترى بقايا الحقبة الأخيرة التي سبقت طالبان أمنها مسألة وقت يعني حاليا صحيح طالبان من ناحية الأمنية توفر إلى حد ما يعني الأمن ولكنه السيدات حاليا منع من عمل ومن التعليم ومن جميع الحياتهم يعني منعت السيدات في أفغانستان ولكنه حتى الآن هما يعني ربما طالبان يرون يعني يعني اعترافهم أو الدول ممكن ربما يضعون عقابا أو عقوباتا أكثر فأكثر على السيدات زي في التسعينات النقاب وهكذا يعني حجاب إجباري والنقاب الإجباري يتضعون ولكن حاليا ربما أنا فرصة لإعترافهم للدول يعني حتى لو اعترفوا ربما يكونوا يشددون أكثر فأكثر على السيدات في أفغانستان سأعود لك دكتور نوت الفرصة لسيد جاسم سيد جاسم كانت طالبان متهمة لإيواء التنظيمات المتطرفة والتكفيرية من أسامة بن لادن والظواهري والقاعدة وغيرهم هل اختلف الموضوع اليوم أم ليس بالضرورة الآن الولايات المتحدة اختارت الظواهري كما تؤكد في قلب كابل بل كان ملتجا إلى أحد منازل قيادة طالبان هذا الأمر هو في منتهى الحساسية إلى حركة طالبان وكذلك إلى تنظيم القاعدة وهذا برغم التصريحات في الأيام الأولى من استيلام طالبان إلى السلطة في أغرطس من العام الماضي نلاحظ أنه لم توضح حركة طالبان موقفها من تنظيم القاعدة وإن كانت هناك ربما من المتحدث الرسمي ذبيح الله خان مجاهد إلى بعض التصريحات والتعليقات بأنها لا تسمح إلى تنظيم القاعدة لكن ليس ذلك فقط هي تعهدت في محدثات الدوحة مع الولايات المتحدة أيضا وهذا ما يجعلني أقول بأن طالبان لم تلتزم وتخلت عن اتفاق الدوحة بدون شك ومثل ما جاء فيها الطرح بأن مقتل الظواهر في كابول في قلب أفغانستان هذا يعني بأن هناك تخلي وعدم التزام من قبل طالبان مع القاعدة يذكر بأن القاعدة هي أعطت البيعة إلى حركة طالبان وهذا يعني من ناحية الالتزام من قبل تنظيم القاعدة هناك التزام في عناق حركة طالبان كون أن البيعة تلزم تنظيم القاعدة إلى حركة طالبان هناك تقديرات تقول بأن من يدير القاعدة لم يكن الظواهر بشخصه خاصة خلال السنوات الأخيرة بسبب مرضى وضعفة وأن تنظيم أصبح تنظيم غير مركزي نلاحظ أن الاتهامات تتوجه إلى جماعتها حقاني سراج الدين حقاني هي من كانت تدير تنظيم القاعدة وهي أيضا من آوت الظواهر في كابول فالخلاصة أن طالبان مثل ما ذكر ضيفك الكريم من أفغانستان أو من كابول بأن طالبان هي ذات الحركة الراديكالية التي لم تتخلى عن الثوابت والقواعد واجد أنه جزء من عملها وجزء من استراتيجيتها هي أن تكون مظلة إلى جماعات المتطرفة خاصة إذا تحدثنا عن ولو أن وجهة نظرهم لطالبان تقول نحن لم نرجثة الظواهر لا نعلم ما الذي جرى لم يسمح لنا بالتحقيق في خفايا وخبايا الموضوع أريد أن نعود إلى دكتور محب الله دكتور بدأت بالحديث عن انقسامات بالفعل هناك انقسامات داخل طالبان بين من يفضل طيارا أكثر اعتدالا ومن يفضل العودة إلى النهج القديم هذا كيف أثر على الحركة ومستقبلها وعلى أفغانستان أيضا وأنا أرىه في غاية التعكيد إلى الأفغانستان لو انشقت في صفوف الطالبان بهذا كنا نسمع من بعض الجهات أن الطالبان في صفوف اعتدالية مثلا ملا برادر هو بين جماعاتنا الاعتدالية وجماعاتنا الحقانية هما يريدون زي تطبيق استسعينات لو فعلا لو حصل هذه الانشقاقات في صفوف الطالبان يعني ربما يكون ووضع في أفغانستان أسوأ فأسوأ ستكون أفغانستان ترجع إلى الوراء إلى المئات السيدين لكنه نتوقع أن يكون توهد حتى يكون اعتراف الدولي حتى يكون أفغانستان استقرار والأمن لأن شعب الأفغاني عانت من المشاكل ومن الاقتصادية ومن ناحية الأمنية الآن لا توجد الأمن سوف تسمعون يوميا انفجارات بالأنس في زي حالا تقريبا على المغرب قبيل المغرب هناك انفجار حصل قدلت 21 و35 من الأبرياء في المساجد وهناك مشاكل ستكون كثيرا وأنا أتوقع يكون في الطالبان تكون توافق اتهاديا بينهما دكتور أنت تعيش هناك وتعلم تفاصيل أكثر منه بكثير طالبان أتت بعد عقدين نتحدث عن جيل كامل لا يعرف طالبان ولا طريقة حكم طالبان وتعود على هامش الحرية الذي منحته الحكومة السابقة كيف سوف تتعامل كل شريحة مع الأخرى طالبان كيف سوف تتعامل مع هذا الجيل الذي لم يعهد ولم يعتد على هكذا طريقة في الحكم والله الطالبان يرون الجيل الذين كانوا في عهد الجمهورية عاشوا في عهد الجمهورية ويرونهم من البقايا الأمريكيين ويتعاملون معهم تعامل سيئة فأنا كمسر من بينهم ويرون بنظر يعني هما من البقايا الأمريكية ومواولين الأمريكية ولكن نحن شعب الأفغان الجيل الذي ندرسه فيه خلال التسعين عقدين الماضيين هما كان الجيل الأفغاني هما يريدون لبناء أفغانستان جاءوا لبناء الأفغانستان ولتأسيس المؤسسات الأفغانية كما تعلمون الأفغانستان انحارض وانهدمت جميع في أيام الحروب الإسلام السوفية معظمهم حربوا إلى دول دول خارجية وكثير قتلوا واستشهدوا في حرب الغارات الروسية ولكنه في عهد في خلال التسعين عشرين سنة الأخيرة ذهبوا كثير من الطلاب درسوا إلى الدول المختلفة جاءوا لبناء أفغانستان ولكنه التاليبان هيرونهم من منظرهم هم عملاء الأمريكان وربما كثير منهم درسوا في الدول العربية والدول الإسلامية والدول غير إسلامية هما جاءوا لبناء أفغانستان ولكنه حتى الآن يعني يتعاملونهم مع عملاء ليس كمواطن اثنين رقم اثنين لا يعتبر أصلا كمواطن متساوي الحقوق على الخل مع طالبان أعود إلى سيد جاسم سيد جاسم سيد جاسم هناك أيضا حاجة للاعتراف الدولي وللتمويل الدولي هل سوف تقدم طالبان تنازلات ما في مجال السيازة في مجال الحريات يعني هي مضطرة لفعل ذلك من أجل طلاق التمويل ما استراتيجيتهم هنا برأيك ممكن أن يحدث هذا لأن الاتحاد الأوربي ودول الغربية بدأت تتواصل مع طالبان وهي أيضا كانت وما زالت تراهن إلى أنه طالبان ممكن أن تقدم بعض المرونة في موضوع الحريات واتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الثوابط الراديكالية عند الطالبان الاتحاد الأوروبي ما زال يسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني وهو يؤمن بأنه يجب أن تكون هناك علاقة مع الشعب الأفغاني برغم أن هناك أموال مجمدة لكن هناك أيضا مشروعات ومشاريع تقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الشعب الأفغاني بسبب الكارثة التي تواجه الشعب الأفغاني فإذا تبقى تراهن دول أوروبا إلى أن تقوم حركة طالبان بالتنازل واجد أن هذا الأمر ربما حركة طالبان جعلته معلق أنه لحد الآن في وضع مراجعة ولم تحسم أمورها في الكثير من القضايا وهذا يعني بأن الأمر ما زال معلق وأن دول أوروبا لأن حركة طالبان معتادة على العزال عن العالم ربما الموضوع ليشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها الطالبان هي معروفة كحركة متطرفة راديكالية انعزلت عن العالم والآن أجد أنه الممارسات التي تقوم بها حركة طالبان كأنما هي لا تعطي أهمية إلى المجتمع الدولي وربما وصلت إلى نتيجة وإلى قناعة بأنها إن تخلت عن قواعدها المتطرفة ممكن أن تخسر بين مزدوجين الكارزمة الجهادية إلى هذه الحركة مقابل ربما التخلي عن الاعتراف الدولي للمجتمع الدولي لو تحدثنا عن الدول الغرب نعم سؤال سريع لدكتور محب الله أخير دكتور رغم هذه الانتقادات التي وجهتها أنت متواجد في العاصمة هناك وتتكلم بحرية هذا أليعد نقطة أيضا تسجل لصالح الجهة الحاكمة هناك أي طالبان أم أن هذا مجرد مسألة وقت قبل أن يقبض بكل مؤسسة وكل كلمة تخرج من هناك؟ والله أنا حاليا أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى فأنا هذا أرى من وجهة النظري أنا كمواطن أفغاني أنا عيش هناك حاليا من الناس الطالبان طبعا هم يسمعوا ويراه أو في انتقادات ربما يعتقلونني ولكن أنا لا أخاف من الاعتقال هذا أقول الحقيقة ربما يكون الشعب تعبت وشعب خاصة الشباب الذين درسوا في بلاد المختلفة جاءوا ليس لهم إمكان لا يتعاملون معهم كتعامل مثلا كمواطن الرقم الأول في أفغانستان ورغمهم كلهم يعرفون من طالبان من ناحية التحليل ومن ناحية الدرس والدراسة وكل شيء ولكن أنا كطالبان مثلا أنا ألتمس من الطالبان أن يأخذ كل الشعب الأفغانية في أحضانهم لأن هؤلاء الشعب هم جاءوا لبناء أفغانستان وأنا غير لبناء أفغانستان وأنا عيش هناك لبناء أفغانستان ولست مع الأمريكان ولا أي فوى الغاربية لكما تقول لمصلحة بلادك هذه هي فكرتك أنا لمصلحة بلادي وأنا جيب لبلادي وأنا عيش ببلادي وأنا موت في بلادي أشكرك يا دكتور محب الله ذاكري الكتب الصحفي من كابل ومن نابونا سيد جاسم محمد خبير شو الأمنية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم